السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بجميع في دروس تعلم لغة إنجليزية للمتدئين اليوم إن شاء الله سنرى الفرق بين عندما تأتيان في السؤال إذن فنبدأ على بركة الله نأخذ المثال الأول أو الجملة الأولى وهي تتضمن في آن واحد إذن السؤال وهو بمعنى من ذاك أو من تلك يعني من يكون أو من تكون تلك أو من يكون ذاك الجواب مثلاً ممكن أن نقول إذن هنا لدينا مذكر إذا أردت أن أسأل عن المؤند سنقول نفس الشيء الجواب قلنا أن إذ هو فعل يكون في الإنجليزية وفي اللغة العربية لا يظهر بحيث لا نقول هو يكون سالم أو هي تكون سلمة نقول فقط هو سالم أو هي سلمة إذن لدينا هو تعني من تستعمل للإنسان فقط في المفرد وفي الجمع ذات هي اسم إشارة تعني ذلك أو تلك أو ذاك وهي للبعيد نشير للبعيد باستعمال ذات بمعنى ذلك أو تلك يعني للمفرد أو المؤنث البعيد يعني المذكر أو المؤنث عفواً المفرد المذكر والمؤنث المفرد البعيد الآن نأخذ سؤال آخر ونستبدل ذات بذيس ونتركه كما هي أو اختصارها بمعنى من هذا أو من هذه إذن ذيس تعني هذا أو هذه هو لم تتغير بالطبع هي من من هذا أو من هذه إذا كان مذكر سنقول ذيس سالم هذا سالم أو هي إيس سالم إذا كان مؤنث نقول ذيس سالمة هذه سالمة أو هذه سالمة إذن ذيس نستعملها للقريب لنشير إلى الشخص القريب هو إيس ذيس من هذا من هذه إذن ذيس نستعملها للمفرد المؤنث والمذكر القريب لنشير هي إيس بإشارة نستعملها لنشير بها إلى الشخص القريب إذن نغير السؤال ونقول who are those who نتركه دائما في الجملة بمعنى من who are those نلاحظ هنا استبدلنا إيس بare وذيس وذات بذوز who are those بمعنى من أولئك من أولئك يعني أصبح لدينا الآن الجمع وليس المفرد لهذا استبدلنا إيس بare وصرفنا الفعل في الجمع فأصبح are ثم those وهو اسم إشارة لأشخاص لذين هم بعيدين عننا من حيث المسافة نقول في الجواب those are my sisters those are my sisters أو my friends أو my brothers أو they are my sisters my brothers أو my friends المهم هنا أن يكون لدينا في الجواب الجمع لأن لدينا في السؤال السؤال عن الجمع وليس المفرد إذن those هي تعني أولئك هي اسم إشارة تعني أولئك للأشخاص البعيدين نأخذ جملة أخرى who are these who are these استبدلنا those بthese ليصبح المعنى من هؤلاء رأينا من أولئك يعني who are those الآن من هؤلاء نقول who are these يعني صيغة الجمع القريب who are these نسأل عن أشخاص قريبين منا من حيث المسافة نقول who are these مثلا أشخاص لا أعرفهم أسأل شخص بعي أقول له who are these من هؤلاء في الجواب ممكن أن أجيب بthese هؤلاء يكونون these are my sisters my brothers أو my friends أو ممكن أقول فقط they are my sisters my brothers أو they are my friends الآن نرى جملة أخرى الآن سنغير who ونستبدلها بwhat what is this what is this تركنا this رأينا this الآن سنستبدله بwhat يصبح لدينا المعنى ما أو ماذا يعني للأشياء what is this ما هذا this is a flower أو it's a flower what بمعنى ما أو أحيانا ماذا this is a dog يعني حيوان أو this is a cat this is a rabbit يعني لدينا حيوان مفرد استعملنا هنا مفرد لأن لدينا this وليس what what تستعمل مع الجمع ومع المفرد لكن بما أننا لدينا this يعني ما هذا يعني للشيء المفرد this كما رأينا بالنسبة للإنسان إذن this تستعمل للحيوانات والأشياء والإنسان what تستعمل للسؤال عن الأشياء وعن الحيوانات فقط ليس للإنسان إذن ممكن أن نقول this is a cat this is a dog يعني كلب أو قطة هذه قطة this is a flower this is a car زهرة هذه زهرة هذه سيارة إذن ما ماذا لغير الإنسان معنى what تعني ما أو ماذا بالنسبة لغير الإنسان نفس الشيء بالنسبة للجمع نقول what are those what دائما نقول للأشياء والحيوانات فقط استبدلنا those ليصبح لدينا الجمع بدل المفرد what are those those are cats بمعنى أولئك قطة those are dogs those are pens أقلان هذا تلخص شامل لكل ما رأينا في هذا الدرس شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المتابعة